بالنسبة لي أنا السيدة الوزيرة الحقيقة اللي هي على الأقل مرت من هنا نعم كان في فترة معينة يبقى كلام بسحيح ولكن الحقيقة أنا أعتقادي اليوم قاعد أتجسد فيه وبالصرع القصوى تنسيد في حد ذاته أحنا حتى في فترة معينة أبواما حكينا شوية حتى في الداخل كنا نطالبه ديما بسيد وزير ما حيثناش بسيد وزير سامحوني في الكلمة أنه يكون إداري معناه يوقع ويمشي حاجتنا باستراتيجية ورؤية وأنا أعتقادي أن السيدة الوزيرة الدكتورة سالو العباسي جاءت برؤية جاءت ببرنامج إصلاحي لأنه نحن تعرف معناه تلك الفترات على قل من فترة ثورة نتحدثوا على إصلاح التربوي ونعرفوا الإصلاح التربوي هو المسعد الاجتماعي ونعتقدوا أن الإصلاح بلاد ككل روي مر أساساً عبر على قل إصلاح قطاعات حيوية كما الصحة وكما التربية وكما الفلاحة يوم الحقيقة ثم إصلاح الجذري أحنا كنشوفه منذ تسلم السيدة الوزيرة المهامة على مستوى التربوي وفرحنا الحقيقة فما إصلاح ولا محاولات إصلاح؟ والله بالنسبة اليوم من نجمش نحكو على إصلاح لأن الإصلاح مربوط بنتائش ولكن ثم رؤية متع إصلاح ثم برنامج ثم استراتيجية مشروع بالحق ثم مشروع متع إصلاح بالنسبة لنا أحنا مشروع الإصلاح أعتقادنا يمر منين ديما نقوله روي قبل من طالبه بتسويت وضعيتنا لازم نضبطه العدد الجملي لأنه روي سيدتي من نجمش أنا نحكي مثلاً باش نشري القضية تيل وتيل وتيل وأنا ما عنديش معناها قدش فلوس وما عنديش أحنا اليوم تعرف برنامج موجود طالبنا بضبط العدد الجملي بايش وقت الوزارة تريد تحكي على تحديد معناها اعتمادات مالية تكون عندها معناها فكرة شاملة لعدد لسيدة تعرفي أحنا بالاختصاص ما عنديش كما زملائنا مع دم المين شغلات مؤكدة وموجودة وفعلية وواقعة اليوم نتعاملوا معنا بايش وزارة طربي على قل حتيك يتحكي مع المالية ولا فيطار التواصل مع سيادة رئيس الجمهورية لأنه أذن فيطار استشارة وطني أنه يتم القطعة مع تشغيلها ونحيوه بالمناسب وعقد المناول يكون ثم برنامج واضح ونحنا كتنسيقية يكون جزء من البرنامج رائع نحن رأينا من يش طرف المفاوض على قل باش نوضحه للسيد المستمع ولكن احنا رأينا من يش فقط السيدة نطالبوا بتسويت وضعياتنا باش تطالب؟ بالنسبة لنا احنا طلبنا على قل في إطار رؤية تشاركية عليش رؤية تشاركية لأنه على قل السيدة الوزيرة منذ تسلمها مهام معناها وزارة طربية حقيقة كانت فطيسان مباشرة معنا وسيدة الوزيرة في كل مناسبة تدخل معنا وتلقى الناس محتاجة أو متجمعة غادي أو عندها إشكاليات الحقيقة تتفاعل معنا وتتعامل معهم بجدية واضحة احنا طلبنا في مرحلة أولى بضبط العدد الجملي لأنه الحقيقة ثم خلل في معرفة العدد وأنا نقول هنا وفي سياق معين وفي فترة معينة كم تم تكبير العدد باش يعجزونا في طار تسويت وضعياتنا المسألة دي كي ما قلت لك العدد دي الحقيقة في فترة سابقة فقط 70.0 بعد بعد ضغط 14.000 بعد 11.000 بعد 7.000 بعد 5.000 اليوم معناها عدد نوع ما ثم مصرمت اصلاح يزم ضبط العدد الجملي وبعد طلبنا التسويق اليوم الحمد لله بعناتها ان شاء الله نحكيه ثم معناها مساعي جدي وثم اجتماعات صارت وثم امر ترتيب اليوم قاعد يتخدم على مستوى وزارة طربية والمالية وقانون الوظيفة العمومية وهذه حاجة ايجابية لكن نقولنا الراعو الاولوية اولوية للناس اللي فاتوا ثلاثة شهور من منطق عدالة وانصاف ومنطق تكوين وبدغوجة هذه حاجة ايجابية اليوم احنا ما طالبنا الحقيق سيح احنا عمق المطال في الطربية لانو منجموش نحكو على مطلب ماندوش دفدار علاج مربي عفوا ما عندوش دفدار علاج ماننجموش نحكو على مربي ما هو شيخه يتقضى في الاجر متاع ومنجموش نحكو على مربي محرز على نفس الشهادة في بعض الله لحيان عندو كارير اكثر مثلا من زميله اخر مثلا كما المدرسة مدرسة معلمية رمحترامنا الشهاديد ليهم وما زملائنا ونيتعلموا منهم ويتعلموا مننا واغتلي السياسات السابقة خلقت هو بين الاستاذ النايب المتعاقد حتى في علاقته مباشرة بالتلمي وبين الأستاذ المباشر عليش هذا أنا نحب نسأل على الأساد النواب اللي تجاوزوا لخمسين سنين عندكم شيء إحساء عدد يعطينا فكرة واضحة على الأساد النواب اللي لعمرهم تجاوز لخمسين سنين أحنا الحقيقة في 19154 عنا 174 جاوزوا لخمسين رأوا هذو ما مظلمة حقيقية مظلمة تاريخية هذي هو تأكيد سياسة تسويف المماطلة تأكيد سياسة الإصلاح اللي تشدقت بها الحكومات السابقة على أساس عنده برنامج واضح ولكن الحقيقة ما كانتش ثمانية اليوم 1974 أحنا الحقيقة تعرف ثم بين ظفرين صلاحيات الوزارة التربية أنها تنجم تعطي معقود لأنها أنت منسق وطني الحقيقة معناها كي تلقي اللوم على وزراء تعديو على الأقل أنت أرمي الكورة تنجم للمسؤولين الحاليين باش يتحملوا مسؤوليتهم هما اليوم في مورقة على التارات في إطار استمرارية الإدارة على كل طرف أنه يتحمل مسؤوليته وهذا واقع معيش هذا واقع تونسي معناها على الأقل هذه الاستمرارية تحملك أنت كمسؤول أنك تقوم بواجبك أنك تتصرف ببسؤولية تجاه الأساس ذا النواب اللي هما أولا نتيج للمنظومة التربوية وثانيا هما بنات الأجيال القادمة هما اللي بش ياخذوا المشعل على عدد كبير من المربين والمدرسين صانعي مستقبل تونس بالضبط في الإطارة ذا نحنا واجبنا الأخلاق وحتى من أدبيات بين ظفرين عملنا النقابي على الملف مش منظومة نقابية نحنا مناش هيك النقابي دفعنا فيه طار القانون وفيه طار ممكن على الأقل بايش ننقذ ما يمكن أنقاذه لأنه تعرف سيدتي يراه بعد 16 عام طبيعا بيش تلقى حجم الترك ومات كبير برش احنا شنوه ثم صلاحيات الوزارة الطربي والحقيقة السيدة الوزيرة متفهمة وانطالبها من المنبر ذايا أنه الحقيقة توفر لهم عقوده ويتعاهدت بي على الأقل إلى حدود 62 في طرق قانون الوظيفة العمومية طار فيه احنا في علاقة بالوظيفة العمومية ثم عمر محدد أنه تسويت الوضعية ما تفوتش خمسين اليوم احنا تواجه بالضبط تواجهنا نحن سيادة الرئيس الجمهورية تحرك 17 جامفي تحرك 24 تحرك 26 جوان تحرك 31 جويلة الحقيقة في كل مرة نتحرك نتوجه سيادة الرئيس بطبيعة بعد ما نقابل السيدة الوزيرة تقدمنا بعريضة على شكل تعاملت الحضاير تعرف اللي عاملت الحضاير ما بين 45 و 59 سنة معنا بما وليد 65 سيدة الرئيس هبطت مرسوم رئاسي من أجل تسويت وضعيته وهذا يلي مشيين فيه اليوم على قل أخذينا تعاهد في البابة ذاية وحتى من وزارة طربية أنه سيدة الرئيس مشكور الحقيقة وهذه يلفتة كريمة تستنى في منشور مثلا في مرسوم حكوة مرسوم جمهوري أو رئاسي من أجل أنصاف خصوصا أنه العدد المتاح مواشي كبير البقية العدد تعرف اللي احنا روى البقية ثم ناس عمرها تساور بي معناها ما زلت لهم سنة العام جاي خاسي بضب احنا التصور في طار الدفوعات اللي نستنى وفيها ذمر الأمر الترتيبي اللي بداوي يشتغلوا عليه اليوم بعد جالسات صارت منها الربعة والخميس والجمعة ما بين وزارة المالية ورئاس الحكومة الوظيفة العمومية ووزارة طربية ووزارة معنا وزارة تعليم العدد أنه هذومة على الأقل نضبطهم في قائمة بيش مثلا تساوات وضعي إذا هو ترتيب وما يخول لهوش يمشي في الدفعة الأولى تنقض وزارة الطربية وتأخذو وكحالة استثنائية ضمن الدفعة الأولى والحقيقة داي التصور بالنسبة لنا إحنا إن شاء الله يرى النور وأنا الحقيقة ما عنديش أدنى شك إنه شيء داي باش يسير لأنه تقريبا إحنا في اللمسات الأخيرة بيش ما عادش يتقسي حتى زاميل وباش الحقيقة ننصفو زملائنا اللي بالنسبة لنا إحنا ذوم الحجرة الأساس وأنا أعتقادي إنهم من نخبط المربين عليش لأنه إحنا كنحكوا على زملاء 49 تعرف أنت وقتاش تخرجوا فكل فطرة الزاهية فكل فطرة الموضيئة متاع المدرسة العمومية التونسية الحقيقة نحب نوجه مجموعة مرساء رواءنا كأستاذ النواب صحيحة حتى أنا في إطار نطلبوا بحقوقنا وذي حقوقنا الشرعية ما فيش كلام ولكن رواءنا ما ندلوا بدلونا حتى في مساء المعنى تخص الإصلاح فقط رسال الأولى نحب نحيي جميع الأستاذ النواب اللي أنا مسميهم شعب الأستاذ النواب لأنهم ناضلوا الحقيقة نقولهم من حقكم اليوم بش تفرح وصحيح اتأخرت الفرحة ولكن أن تأتي خيرا ولا تأتي أبدا إن شاء الله ثم دفوعات للناس كل بوان صحيح منهج مش تعرفوا حدد الدفوعات أم إن شاء الله تدفوعات للناس كل الأحكام الترتيبية بدأوا اليوم يشتغلوا عليها ما بين وزارة طربي ووزارة المالية ورئاس الحكومة الحقيقة وأنا كنت متوجد غادي مسألة الخلاص إن شاء الله بش تدركها المندوبية لأنه صار الحقيقة شوية تقاعص ولكن بعد إصرار وزارة طربي لقد قاعد يدفعوا فيها فقط أحنا نحب نأكد على حجرانا مستقبل المدرسة العمومية وروا القطاع ذي يزم ندفعوا عليه من موقع أنه يكون مدرسة شعبية ديمقراطية بعيدا على غير الخوصة فهمتني ولا يباش نناجموا على أقل نكونوا كما نقولوا الحجر متاع الأساس وإلا العرصة متاع قطاع الطربي في المستقبل ومشكورة مرة أخرى